اشتركوا في القناة بمبحث هذه الحلقات ألا وهو الاستدلال على أن الإمامة أو الخلافة بعد النبي لا بد أن تكون بنص من الله عز وجل وإن اختلفت فيها الأمة وذهب البعض إلى أن الخلافة ممكن أن تتحدد بالتعيين أو البيعة أو الشورى أو غير ذلك مما ذهب إليه أتباع مدرسة الخلفاء أخواننا السنة ووصل بنا الكلام إلى المقدمة الثانية وقلنا في المقدمة الثانية أن المدرسة أتباع مدرسة أهل السنة ذهبوا إلى أن الخلافة هي من الفروع وليست من الأصول وقلنا أن أتباع مدرسة أهل البيت ذهبوا إلى أن الخلافة من الأصول وليست من الفروع وهنا سؤال لمن ذهب إلى أن الخلافة من الفروع وليست من الأصول فنقول إذا كانت الخلافة أو الإمامة هي من الفروع فلماذا تطرح عند بقية المدارس في مباحث الاعتقاد فإذا كانت هذه القضية فرعية وليست أصلية ينبغي أن تطرح في المسائل الفقهية ولكن تم طرحها في أغلب الكتب في مباحث علم الكلام مما يشير إلى أن الذي يطرحها في ذلك الكتاب ويقول بأنها من الفروع ليس لديه قناعة كاملة على أنها من الفروع ولذلك يتم أو تم طرحها خلال مباحث علم الكلام في هذه الحلقة أيضاً إن شاء الله نبدأ بالمقدمة الثالثة وهي ماذا تعني الإمامة عند أهل السنة وماذا تعني الإمامة عند الشيعة قطعاً المتتبع لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى أن النبي كان إماماً للمسلمين ومرجعاً لهم وإمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات جانبين الجانب الأول الإمام في الدين فعنه يأخذون معالم دينهم وشرائعه وأحكامه وهو الحافظ له من الضياء والتحريف والبدع والضلالات وإلى ذلك يشير مثل قوله تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَةِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فإذن المنصب الأول أو الدور الأول في إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي كان يعلم الناس معالم الشريعة ويحافظ على الشريعة ويرد الإشكالات الواردة على الشريعة وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وآله حافظ وناقل ومعلم للأمة على مستوى الشرعي والشريعة والجانب الثاني من الإمامة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شؤون الدنيا وهي الإمامة السياسية التي هي عبارة عن كونه السلطان الحاكم عليهم الذي يتولى شؤونهم ويدير أمورهم وينظر في صلاحهم وينطق عنهم ويحيي ويجبى إليه الخراج ويقوم بالأمور الإدارية التي فيها صلاح المجتمع والحفاظ على تلك الدولة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما هو مختضى الآيات الكثيرة المتضمنة للأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك من أجل الصلاح والإصلاح وبناء المجتمع وجعل الحياة التي يعيشها لإنسان المؤمن حياة مطمئنة بعيدة عن المشاكل كما جاء في قوله تعالى وَمَا كَانَ لُمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثلت الإمام لديه على المستوى الأول وهو في الدين والمستوى الثاني وهو في السياسة أما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإمامة عند الجمهور فهي تختص بالجانب الثاني أي في البعد السياسي دون الأول أما بالنسبة إلى الإمامية الشيعة فإن الإمامة لديهم تتمثل بالمستوى أو الجانب الأول والجانب الثاني إذن الإمامية أو الإمامة عند أهل السنة تتمثل بالجانب الثاني ولذلك يعني بعبارة أخرى كأنما الإمامة لديهم تتمثل بالجانب السياسي وليس لها علاقة بالجانب الديني كأنما الإمام هو رجل سياسة يقوم بإدارة الدولة في الأبعاد السياسية فحسب أما بالنسبة إلى القضايا الدينية فلها أهلها وهم من يقومون بالدفاع ودفع الشبهات والإجابة على الأسئلة الدينية التي تتعلق بحياته الأمة ولأجل إيقاف الباحث أو السامع على صحة هذا الأمر باعتبار أن البعض عليه يستشكل يقول وما هو الدليل على أن أهل السنة يذهبون إلى أن الإمامة تتعلق في الجانب السياسي دون الجانب الديني ولأجل إيقاف السامع على صدق هذا الأمر نشير إلى بعض كلماتهم نشير إلى بعض كلمات علماء أخوان السنة قال الباقلاني لا ينخلع الإمام بفسقه الإمام وإن كان فاسقا لا ينخلع لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار أو تناول النفوس المحرمة وتضيع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه هذه الأمور التي يفعلها الإمام وإن كانت فيها شيء من الظلم والمعصية يقول ولا يجب الخروج عليه وقال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننتزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالهداية والصلاح وهذا طبعا كلام موجود في العقيدة الطحاوية صفحة 379 وقال التفتزاني في شرح العقائد ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة الله تعالى والجور لأنه هنا رح يعلل يقول هذا الإمام وإن كان فاسق هو ذا كان فاسق معناه أنه ما لعلاقة بالدين نحن قلنا بأن أتباع أهل المدرسة الخلفاء أخواننا السنة يذهبون إلى أن الإمامة تتناول الجانب الثاني وهو الجانب السياسي وليس لها علاقة بالجانب الديني ونحن الآن نستدل من أقوال علمائهم وهنا التفتزاني يقول ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة الله تعالى والجور لماذا؟ لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون إليهم أو ينقادون لهم يقول بما أنه السلف كانوا ينقادون إليهم لهم فمعنى ذلك أنه ماك مشكلة في الإمام إلى غير ذلك من الكلمات التي ذكروها في وجوب إطاعة السلطان الجائر وحرمة الخروج عليه إذا كان جائرا فمعنى ذلك أنه ليس له علاقة بالدين فمعنى ذلك أنهم يذهبون إلى أن الإمامة هي في الأبعاد السياسية فحسب ولا يس لها علاقة بالجانب الأول من إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتمثلة بالإمامة الدينية بالإضافة إلى الإمامة السياسية اللهم صل على محمد وآل محمد